وش نيران ندخلو في ليدي طايت ندخلو في ليدي طايت نغربو لكن تركسي المتالة من الكوتي الواسط وش نيران كين تفوت كين تفوت سي ممال مازات وكذا ويبيرا برميزة ممت متاع المعالجة برنامجين تاع السقي برنامجين تاع السميد اللي تريد 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 زاكتيف برنامجين ضمنها كنت شاهدوا يوم دراسي حولي يعني وباش نديرو البرنامج السنوي تاع الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين وعلى هذا الاساس عرضنا متعاملين اقتصاديين خوباراء مهندسين والمعاهد المختصة في الميدان الفلاحي وين باش نديرو برنامج برنامج سنوي للإرشاد والتكوين وهذه إنوفاسيون هذه درنها جديدة لعام هذا وين حضر المناخ حتى الجمعيات والمجلس المشتركة ونتكلموا على الأشجار المثمرة الحمضيات والكوروم في المرحلة الأولى وهنا هنا رح نوكب الوضعية الجديدة تغييرات المناخية الهدف منه وإعداد برنامج سنوي على حسب المواطيات والتغييرات المناخية الجديدة التي نعشناها وإدراج كامل هذه المشاكل المناخية في برامجنا تاع السنة الفين وثلاثة عشرين كيف نلقى حلول للفلاحين سواء في التسميد وطرق الري وطرق المعالجة للمشاكل اللي رح يعيشهم الفلاح سواء عندهم حمضيات أو أشجر مثمرة ذات النوات أو ذات العظام أو العنب ولهذا نحن كشركة قررنا ندير برنامج لتوافق لهذه المعطيات الجديدة على المناخ شوفنا درجات حرارة اللي وصلت خمسين درجة مئوية شوفنا جليد بعض الفتارات وين فتنا تحت السفر تحت السفر يعني هذو الأمور يطلبوا من الفلاحة باش يتأقلم معاهم يعني يبدل طريقته في السق يبدل مش عفنا طريقته في حماية اللي فارجي تاو يعني لجنا نتاعه كل هذه الأمور تطلب يعني أيام تحسيسية لهذا الشيء ليجينا نيوم الغرفة فلاحية باش نبروبوزوا بعض المواضيع اللي ممكن تقوم بيوم الغرفة في السنة الجاية شاء الله ولكن هذه التقلبة الجوية وهذه الحالة المرتفعة أدت إلى التكبد إلى خسارة فادحة وبالتالي رح يغير موطايا التاعه للسنة المقبلة ان شاء الله فيما يخص هذه التقلبة الجوية والمناخ باش يقتني أصناف خاصة أصناف الأشجار الأشجار المطبع اللي يعني تقدر تحمل يعني صعوبة المناخ وين تتأقلم مع الظروف يعني طبيعية الجديدة الراهنة ويغير من الذهنية التاعه يعني التقليدية ويواكب التقنيات الحديثة والعصر باش يعني يواكب العصرنا ويعني يحافظ على الفلاحة التاعه ويحافظ على المنتج اللي رح يلجأ إليه موسيقى موسيقى